أعلن مدير عامر رعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد غالبيتها لعمال فلسطينيين ومخالطين لهم ووضح الشخرة في الإجازة الصحفي حول تطورات فيروس كورونا أن من بين الإصابات الجديدة 9 من القدس المحتلة و11 من رمالة وحالة واحدة من الخليل وحذر الشخرة من الدخول في مرحلة خطيرة وكارثية في حال عدم التزام المواطنين بالحجر المنزلي وعدم تقيدهم بالإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا ولفت مدير عامر رعاية الصحية الأولية إلى أن هناك 60 ألف عامل فلسطيني في المستوطنات سيعودون إلى الأراضي الفلسطينية خلال أيام مؤكداً ضرورة التزامهم بالحجر المنزلي ترجمة نانسي قنقر